اشتركوا في القناة التطبيق يدعم جميع الهواتف الذكية سواء كانت تحتوي على نسخ الاندرويد القديمة او نسخ الاندرويد الجديدة سأترك لكم رابط تحميل التطبيق اسفل هذا الفيديو او يمكنك الولوج مباشرة الى متجر بلاي ستور ثم في خانة البحث تكتب فقط جايزي وتقوم بتحميل اول تطبيق يظهر لك نقوم اولا بتحميل التطبيق تطبيق جايزي من متجر البلاي ستور ثم نقوم بتثبيت التطبيق بعد اكتمال التحميل طبعا ثم بعد ذلك نقوم بالولوج الى تطبيق جايزي هذه هي وجهة التطبيق يوجد في هذا التطبيق الكثير من المزايا والخصائص الجاملة لكن اليوم سنقوم بشرح كيفية الاستفادة من الاندرويد المجاني التي يعطيها لنا هذا التطبيق لمدة سبعة ايام عندما نفتح التطبيق يطلب منا ادخال رقم الهاتف الخاص بنا نقوم بادخال رقم الهاتف الخاص بنا كما تشاهد ثم نضغط على ارسال بعد الضغط على ارسال يتم ارسال رسالة نصية تحتوي على رمز التفعيل الى هذا الرقم الرقم الخاص بنا الذي ادخلناه بعدها سيقوم التطبيق مباشرة بتفعيل الكود تلقائيا اذا لم يفعل معك الكود تلقائيا قم فقط بالولوج الى الرسائل ثم اكتب الكود في هذه الخانة كما تشاهدون الكود يتكون من ستة الرقم بعد تفعيل الكود تأتينا رسالة بونيس نقوم بالضغط على تفعيل لكي نفعل خاصية الانترنت المجانية لمدة سبعة ايام وهكذا تأتينا ايضا رسالة نصية اخرى تقول تهانينا لقد قمت بتشغيل بونيس وان جيجا اكتي اوفر بسفر دينار جزائري ستتلقى رسالة تأكيدة في غضون لحظات وهكذا اتممنا عملية الحصول على الانترنت مجاني لمدة سبعة ايام الخاصة بشرائح الجيزي نقوم بإيقاف خاصية الواي فاي ثم نقوم بتفعيل او تشغيل خاصية اتصال البيانات لنفحص اذا كان هناك صحيح اتصال وانترنت مجاني امنا لنقوم بالولوج الى هذا الموقع موقع امازون على سبيل المثال في البداية تكون ضطئة نوعا ما لكن بعد مرر ثلاثون دقيقة او حتى ساعة ستلاحظ انها اصبحت سريعة جدا اذا الموقع امازون يشتغل معنا عادي جدا واصبح لدينا انترنت مجاني لمدة سبعة ايام هذا كل ما كان في درسنا وحلقتنا اليوم في درس وحلقة قادمة ان شاء الله زوارنا كرام لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الاعجاب ليسلك كل جديد